إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونومن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بأفضل كتاب أنزل وشرفنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرع دين الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا محمد عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الأمين وأحينا اللهم على سنته وأمِتنا على مِلَّته واحشرنا في زُمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يُصلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون تكثر التساؤلات هذه الأيام حول قضية الزكاة في الإسلام حول ما يتعلق بنصابها الشرعي وحول ما يتعلق بمصارفها التي ينبغي أن تكون هذه الزكاة تأول إليها وتساؤلاتٌ أخرى من هذا القبيل مجرد التساؤل حول قضيةٍ مثل قضايا الزكاة هذا مؤشرٌ مهمٌ لوجود الإيمان وحضوره في المجتمع مؤشرٌ كبيرٌ على أن هذه الأمة ما تزال متمسكةً بدينها لأنه لا أحد يفرض على الناس اليوم أن يخرجوا الزكاة ذهب ذلك مع أبي بكرٍ الصديق رضي الله عنه والذي كان يفرض على الناس إخراج الزكاة ولو بالقوة وهذا ما هو عليه الأمر في الشرع الإسلامي الحنيف يجب على الأغنياء أن يخرجوا حقوق الفقراء فيما رزقهم الله وقد روي عن أبي بكرٍ الصديق رضي الله عنه أنه كان يقول والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وفي روايةٍ والله لو منعوني عقالاً أو عناقاً أي صغير عنزٍ كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه وذلك لأن فريضة الزكاة فريضةٌ متوأمةٌ مع الصلاة هناك توأمة في القرآن بين بعض الأشياء بين رضى الله ورضى الوالدين بين الصلاة وبين الزكاة لا تجدهما ينفصلان أبداً وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولذلك منذ ذلك العصر تقريباً صارت الأمة تتهاوى في إخراج الزكاة وصار الناس اليوم يخرجونها إذا أرادوا أما من لم يرد إخراج الزكاة فلا يسأله أحد لذلك فعندما تجد المسلمين يتساءلون عن قضايا الزكاة اليوم فاعلم أن ذلك من صميم الإيمان واعلم أن ذلك دليلٌ على أن الإيمان والحمد لله ما زال متوغلاً في قلوب المسلمين يتساءل الناس إذن عن قضايا الزكاة أول ما ينبغي أن يدركه المسلم هو أنه عندما يؤدي هذه الزكاة فهو يؤدي فرضاً إسلامياً كبيراً الزكاة ليست عملية تطوع ليست عملية تبرع يخرج الإنسان من جيبه دريهمات يدفعها في موسم من المواسم إنما الزكاة فريضةٌ إسلامية فريضةٌ واجبةٌ على القادرين على كل من أعطاه الله مالاً وأغناه من فضله وزاده فوق حاجته وجب عليه أن يخرج زكاة ماله لا أتحدث اليوم عن زكاة الحبوب ولا زكاة الثمار وإنما عن زكاة المال خاصةً فيما يتعلق بالتجارات أو ما يتعلق بالوظائف بعض الناس يبخلون يبخلون بما آتاهم الله من فضله هذه فريضة لا يجوز ولا ينبغي أن يبخل بها المسلم يجب أن يخرجها ونفسه راضيةٌ مطمئنةٌ بها لا أن يخرجها وهو كاره هذا وصفٌ أعطاه الله للمنافقين المنافقون قد يتصدقون ليراهم الناس لكنهم كما جاء في القرآن الكريم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا هم يقومون للصلاة لكن ليسوا في حيوية المؤمنين ليسوا في نشاط المتقين ليسوا في تلك الأريحية التي يكون عليها المؤمن وهو يؤدي عبادته إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراعون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ثم يتحدث عن المنافقين فيقول ولا ينفقون إلا وهم كارهون ولا ينفقون إلا وهم كارهون فهم ينفقون ويعطون أحيانا ولكنهم لا يعطون ذلك عن حب والله عز وجل اشترط الحب للعطاء لأن العطاء عندما يكون عن حب يكون بلا حدود لذلك قال الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله المسلم إذا عندما يخرج زكاة ماله فهو يطهر ماله ويطهر نفسه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ثم هو يؤدي واجبا لاحظوا طريقة القرآن في إقناع الناس بقضية الزكاة وبأنها فريضة إسلامية لكنها للأسف اليوم ضائعة عند كثير من المسلمين إلا من رحم ربه يخنع الله تعالى الناس بالتحفيزات بالتشجيعات ببيان أن هذا المال أولا لم يكن من الضروري أن يكون لديك أنت وإنما كان بالإمكان أن تكون أنت الآخر آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه أنت مستخلف في المال أنت لم يخرج معك المال من بطن أمك وإنما اكتسبته بعرق جبينك صحيح لكن لو لم يشأ الله عز وجل لك ذلك والله ما وصلك منه نصيب لقول الله عز وجل الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له أو يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر هو الذي يعطي بكثرة أو هو الذي يقدر بمعنى يضيق في العطاء لذلك يبين لك الله تعالى أن هذا المال أنت مستخلف فيه ثم يعدك بالرد الجميل فيقول لك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون انتبه إذا كنت اليوم في عداد الأغنياء فحذار أن تبخل بما أعطاك الله لأن هناك احتمالا كبيرا أن تصير في يوم من الأيام في عداد الفقراء نعم كم من أناس كانوا محسوبين على أهل الثراء والغنى والجاء ثم ما هي إلا أيام أو سنوات حتى تحولت الأحوال وتغيرت الأوضاع وصاروا في عداد الفقراء وأهل الضياع لذلك ينفق الإنسان يحفزك الله عز وجل بأن يعدك بالرد فيقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ويضرب لك أمثلة في القرآن اقرأ سورة سبا اقرأ سورة نون سورة نون فيها قصة أصحاب البستان السماه الله تعالى أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون أقسموا أن يذهبوا إلى حديقتهم باكرا قبل أن يستيقظ الفقراء من أجل أن يأخذوا ما فيها من طعام وما فيها من حبوب أو ما فيها من ثمار دون أن يعبأ بهم أحد من الفقراء لكن أمر ربك كان أسبق فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن أغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين تعاهدوا باتوا وهم مطمئنون إلى الأمر وأصبحوا وهم يمنون النفس بذلك وأقسموا فيما بينهم وتواصوا حذار أن يتسرب إليكم فقير أو مسكين فلما أتوها جاءوا إلى حديقتهم وإلى جنتهم أو بستارهم قالوا إنا لضالون لعلنا أخطأنا الطريق ممكن ذهبنا إلى حديقة ثانية ما هذه الحديقة التي كنا نعرف لكنهم بعد ذلك أصبحوا يتلاومون صار يلوم بعضهم بعضا ويسأل بعضهم بعضا لقد أخطأنا وفعلنا وفعلنا هذه القصة التي حكاها القرآن هي قصة نموذجية تقع لكثير من الناس في صورة سبا يذكر لك القرآن الكريم نموذجا آخر لشكر النعمة بالعطاء ولخطورة الإمساك والتقتير لقد كان لسبا في مساكنهم آية جنتان سبا هذه في بلاد اليمن في اليمن هذه كانت بلدة طيبة هواء عليل بساتين وخضرة وماء وأنهار وعيون لقد كان لسبا في مساكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم سيل أخذ كل ما بأيديهم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجاز وفي قراءة وهل نجاز إلا الكفور هي مجازات من الله حذار أن تبخل بما أعطاك الله عز وجل وفي آية أخرى من أجل إقناع الناس يصل القرآن الكريم مع الناس بعد التشجيع والترغيب والتحفيز يصل معهم إلى التحذير والتأنيب في قوله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب نليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون الكنز ليس هو أن تجمع المال وتدخره لا نعم المال الصالح للرجل الصالح الكنز هو عندما تجمع ما يبلغ النصاب ولا تدفع زكاته نصاب الزكاة اليوم حوالي ما يفوق عشرين ألف درهم بقليل لأنه يخضع لثمن لسعر ثمن الذهب الذهب اليوم ربما هو في أدنى مستوياته من سنوات من أكثر قالوا من أربع سنوات هو اليوم في أدنى هذه المستويات فلذلك ينخفض سعر الغنى وينخفض مقدار الزكاة أو نصاب الزكاة فمن ملك حوالي العشرين ألف درهم ودار عليها العام كاملاً وسلمت من الديون لم يكن فيها ديون وجب عليه أن يخرج اثنين ونصف في المئة لاحظ كم يبخل الإنسان الله عز وجل هو الذي أعطاك المال كله لكنه قال لك احتفظ بثروتك كلها احتفظ بسبعة وتسعين في المئة فاصل خمسة وادفع اثنين ونصف فقط اثنين فاصل خمسة في المئة ربع العشر لاحظ ربع العشر الزكاة هنا ليست كزكاة الحبوب والثمار في الحبوب والثمار يخرج الفلاحون العشر إذا سقي بالسماء أو بالعيون أما إذا سقي بمشقة فنصف العشر يعني بين عشر في المئة وخمسة في المئة لكن بالنسبة لأصحاب المال فإنهم يخرجون اثنين ونصف في المئة فقط غريب أمر الناس لا ينظرون إلى ما يتبقى لهم وإنما ينظرون إلى ما سيخرجون ينظرون فقط إلى الاثنين ونصف في المئة ولا ينظرون إلى السبع وتسعين ونصف في المئة لذلك المسلم لا يبخل بها لابد أيضا من ملاحظات أيها الإخوة حتى تؤدي الزكاة وظيفتها لابد من أن يخرجها المسلم خالصا مخلصا لله عز وجل فيها لأنها عبادة والعبادات كلها عند المالكية رحمة الله عليهم شرطها النية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات لابد أن تكون لديك نية صادقة في إخراجها وفي أن غرضك ليس أن يراك الناس بعض الناس لا يخرجون الزكاة على الحقيقة لكن إذا كانوا في اجتماع معين وتحدثوا عن عملية تضامن أو شيء من هذا القبيل يسارع الواحد منهم إلى جيبه فيخرج شيكا أو يخرج مقدارا من المال وحظ نفسه فيه أكبر من العبادة لله عز وجل لابد من الإخلاص أن تخرجها وأنت معتقد أنك تؤدي فريضة افترضها الله عز وجل عليك مثلها مثل فريضة الصلاة والصوم والحج ثم ملاحظة ثانية حتى تؤدي الزكاة وظيفتها لابد من الحساب الدقيق للأموال قبل مدة كان المجتمع الإسلام ينظم الزكاة تماما كتمظيم الضريبة اليوم الدول اليوم تنظم الضرائب بشكل دقيق في كل أسقاء العالم ولا تترك للناس أن يحصوا ممتلكاتهم وإنما يأتيك موظف من وزارة المالية من المكلفين بالضرائب فيحصي عليك ممتلكاتك لا تستطيع أن تخفي هذا أو ذاك وربما اطلعوا على حساباتك في الأبناك من أجل أن يعرفوا دخلك ويطلعون على الفواتير من أجل أن يعرفوا تجارتك ومدى رواجها فيحدد بعد ذلك لك ما تخرجه من المال هكذا تماما كان نظام الزكاة في الإسلام لم تكن أمرا تطوعيا أبدا وإنما كانت هناك صناديق للزكاة أو وزارات أو مؤسسات للزكاة وكان في الفقه الإسلامي عندنا ما يعرف بألجابه الجبات أو الجابي هو ذلك الموظف الذي تكلفه الدولة بأن يأتي للأغنياء من أجل أن يحسب عليهم ممتلكاتهم من الحرث أو من الأنعام أو من الأموال من أجل أن يخرج وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء فقال إياك وكرائم أموالهم أي لا تذهب إلى أفضل ما يملكون ولا إلى أحط ما يملكون وإنما تخرج الزكاة من الوسط في الأنعام مثلا اليوم ما عاد هذا الأمر موجودا لذلك وجب على كل مسلم إذا أراد أن يصفي حساباته مع الله عز وجل لن يحاسبك اليوم في الدنيا أحد على ترك الزكاة ولا حتى على ترك الصلاة ولا غير ذلك إنما حسابك ينتظرك عند الله عز وجل لذلك على كل مسلم أن يدقق في دخله وأن يدقق في أرصدته وممتلكاته لأن بعض الناس يحتالون بأي طريقة من أجل أن لا تصادفه الزكاة من أجل أن يفر من الزكاة فيحاول أن يحتال من هنا أو هناك لابد من ضبط الحسابات لابد من التدقيق في الحسابات وأن تجمعها وأن تقسمها على 2.5% وأن تخرج الحصيلة طيبة بها نفسك هذا أمر مهم أمر أخير لابد منه في قضية ضبط الزكاة من أجل أن تؤدي وظيفتها في محاربة الفقر وفي العطف على الفقراء والمحتاجين والأرامل والأيتام لابد من ضبط مصارف الزكاة الله عز وجل بيّن ذلك في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم هذه التي تسمى عند الفقهاء المصارف الثمانية ثمانية مصارف لا يجوز أن تعطى الزكاة لغير هؤلاء بعض الناس يحتالون على الزكاة فتجده يخرجها من جيبه الأيمن ويضعها في جيبه الأيصر هذا يدفع الزكاة لأخيه وهذا يدفعها لابنه وهذا يدفعها لأبيه أولا من تلزمك نفقته خذوا هذه قاعدة فقهية كل من تلزمك نفقته لا يجوز لك أن تدفع له الزكاة أنت ملزم بالإنفاق على أولادك حتى يكبروا حتى يصيروا مستطيعين للعمل مدام ابنك يدرس أو إذا كان معاقا أو إذا كان لا يستطيع أن يعمل أو شيء من هذا القبيل فأنت مكلف بأن تنفق عليه زوجتك أيضا أنت مكلف بأن تنفق عليها بعض الناس يقولون هل يمكن أن أدفع الزكاة في ثمن الدواء لزوجتي دواء زوجتك جزء من النفقة لماذا نحتال على الزكاة لو أخذنا بهذه الطريقة لما أخرج أحد شيئا لأن كل الناس ينفقون وكل الناس يشترون الأدوية لأولادهم وزوجاتهم ووالديهم من آخر ما عرض لي أن سئلت عنه مرأة تسأل هل يمكنها أن تأخذ الزكاة من أبيها وهي مستقلة في البيت قلت لا بأس لو كانت مستقلة في بيتها وهي محتاجة لكن قالت إن الرجل موظف بالسلم العاشر كيف إذا كان أصحاب السلم العاشر يأخذون الزكاة فمتى سيصل الدور للفقراء والأرامل والأيتام الذين ليس لديهم سلم أصلا للصعود هناك أناس ما زالوا في الطابق السفلي وربما تحت في الدور تحت الأرض بينما صاحب السلم العاشر يطمع في الزكاة كارثة في هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي الغني هو من يملك ما يكفيه لعيشه وذي المرة السوي أي صاحب القوة الذي بدنه سليم إذا كان الإنسان لديه بدن سليم إذا كان لديك ابن أو أخ يستطيع أن يعمل ولكنه لا يريد يبخل يريد أن يصبح نائما إلى العاشر والحادية عشر صباحا ثم يذهب من أجل أن يدخن أو يقضي يومه في الجوالان ثم بعد ذلك يستيقظ في منتصف النهار ثم يسألك أحدهما لأدفع له الزكاة إذا كان معاقا نعم تدفع له الزكاة إذا كان لا يستطيع عملا إذا كان حتى يعمل ولكن دخله لم يكفيه لسد حاجياته نعم لكن إذا كان الإنسان يبخل عن العمل لا يريد أن يشتغل يريد أن يقضي يومه في النوم لا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي لذلك أوضح هذه المسألة الصدقة والزكاة في الأقربين صحيح هي أولى لكن ليس شرط القرابة هو الأول وإنما شرط الاحتياج إذا كان قريبك ممن لا تلزمك نفقته دعاك الوالدين والزوجة والأولاد ومن تكفلت بالإنفاق عليهم هؤلاء لا مجال لأن تدفع لهم الزكاة من عدا هؤلاء من الإخوة والأخوات والأعمام والأخوال وغير هؤلاء هؤلاء يمكن أن تدفع لهم الزكاة لكن بشرط أن يكونوا محتاجين بشرط أن لا يكون لديهم ما يكفيهم من دخل إذا استطعنا أيها الإخوة أن نضبط هذه الأشياء وأن نصرف الزكاة في مصارفها الصحيحة أعتقد أن الزكاة آنئذ ستؤدي وظيفتها وستستطيع أن تسد خلة الفقراء لأن حديثا مرويا عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول فيه رضوان الله عليه إن الله فرض على أغنياء المسلمين صدقة ترد على فقرائهم لاحظوا الحديث إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم ما يسع فقراءهم ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعروا إلا بما يضيع أغنياؤهم لن يجهد الفقراء إذا جاعوا وحصل لهم جوع أو عري إلا بما يصنع أغنياؤهم بمعنى أن القضية ستكون متكافئة لو أن كل الأغنياء أخرجوا كل ما يلزم في أموالهم من زكاة ودفعوها للمستحقين من الفقراء هناك مرضى من الفقراء يحتاجون إلى شراء دواء يحتاجون إلى إطعام أولادهم خصوصا في عصر الغلاء الفاحش الذي وصلت إليه البشرية اليوم الفقراء يتدور أولادهم جوعا لا يجدون ما ينفقون أما من ابتلي منهم بمرض خصوصا الأمراض المزمنة من لهم؟ من لهؤلاء الفقراء إذا لم يخرج الأغنياء زكاة أموالهم؟ كيف يشترون الدواء؟ كيف يحاربون برد الشتاء؟ كيف يكون لهم ما يمكن أن يعيشوا به؟ لذلك أيها الإخوة أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم جميعا لإخراج ما أوجب الله عز وجل من حقوق الفقراء في أموالنا أسأل الله تعالى لنا ولكم القبول أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم أحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله رحمته المهداه ونعمته المسداه وسراجه المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة لا بد إذن من أجل محاربة ظاهرة الفقر ومن أجل سد حاجة الفقراء لا بد أن نبرهن على صدق إيماننا ليس المؤمن الحقيقي هو الذي يأكل حتى يشبع ويعتقد أن العالم كله كذلك بعض الناس دخولهم لا تكاد تكفيهم مع أنها سمينة أحيانًا بعض الناس ونسأل الله أن يبارك للجميع دخولهم تتجاوز العشرة آلاف وربما عشرين ألفًا ولكنهم لم يخرجوا يوماً زكاةً يقولون إن المال أصلاً لم يجمع ومتى ستبلغ النصاب إذا كنت كلما أدخلت جزءًا من مال دفعته في شقة أو دفعته في عقار أو في قطعة أرضية متى ستخرج أنت الزكاة لذلك لا بد من إعادة النظر في هذه القضايا لا بد أن يشعر المسلم أنه مطالب بإخراج زكاة ماله وأن يتصدق مما أعطاه الله عز وجل وهذا هو الإسلام الحقيقي إسلامنا ليس شعارات إسلامنا ليس مجرد حركات أو مجرد إشارات إنما إسلامنا عطاء إنما إسلامنا إنفاق ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والصدقة برهان برهان بمعنى أنها دليل وحجة قوية يعطيها المسلم على أنه فعلا إنسان مسلم يحترم شريعة ربه ويحترم ما فرض الله عز وجل عليه ويؤديه بقلب طيب لا بد إذن من هذا من أجل أن تعود لهذه الأمة بسمتها ومن أجل أن يعود للفقراء رونقهم ومن أجل حتى أن نحافظ على الأمن في المجتمع هل تدركون أيها الإخوة أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين بخل الأغنياء وشيوع الجريمة في المجتمع هناك رباط وثيق الله عز وجل لم تن على قريش فقال أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بمعنى عندما يحضر الإطعام يحضر الأمان وعندما يحضر الجوع يحضر معه الخوف ضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف الجوع والخوف مترابطان والجريمة قد استفحلت في المجتمع ومن أهم أسبابها منع الزكاة ومنع الصدقات بل حتى منع القطر من السماء عندما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خصان خمس أعوذ بالله أن تدركوهن ومن بينها قال وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا عندما نفكر في صلاة الاستسقاء جدير بنا أن نفكر في أمر آخر في ضبط موضوع الزكاة في إخراج صندوق الزكاة إلى حيز الواقع من أجل جمع الزكاة على الأغنياء ودفعها في حاجة الفقراء اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين اللهم رد بنا جميعا إلى دينك ردا جميلة اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلة اللهم موفقنا لتطبيق شريعتك اللهم موفقنا لتطبيق دينك اللهم موفقنا جميعا لما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم احق اندماء المسلمين في كل مكان اللهم احق اندماء المسلمين في العراق والشام اللهم احق اندماء المسلمين في مصر وفي ليبيا وفي كل بلاد الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم احفظ المجاهدين في فلسطين اللهم احفظهم في بيت المقدس اللهم كلهم ولياً ونصيراً وعاصماً وأجيراً ومعيناً وظهيراً برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنهم مرابطون على قدس من مقدسات المسلمين فنسألك اللهم أن تكون معهم يا كريم اللهم كلهم ولياً ونصيراً برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً سخاءً وسائر بلاد المسلمين أيها الإخوة بعض الإخوة يرجو منكم الدعاء له بشفاء المرض وهو طالب وإحدى الأخوات ترجو منكم الدعاء لها أيضاً بشفاء المرض نسأل الله تعالى أن يشفيهما شفاءً لا يغادر سقماً اللهم رب الناس أذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاءً لا يغادر سقماً رب مسهما الضر وأنت أرحم الراحمين اللهم عجل لهما بشفاء اللهم عجل لهما بشفاء اللهم عجل لهما بشفاء واشفي اللهم جميع مرضى المسلمين وارحم اللهم موتاهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا اغفرنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت قدامنا ونصرنا على القوم الكافرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزيني يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وفق لهم أمير المؤمنين محمد السادس لما تحبه وترضاه آله الحق حقا رزقه اتباعه وآله الباطل باطلا وارزقه اجتنابه هيئله اللهم بطانة صالحة تعينه لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه خير الدين والدنيا والآخرة وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين خصوصا خلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعنسير أصحاب رسول الله أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين